السلام عليكم ورحمة الله مجزء اخباري من قناة المرابطون أهلا بكم اعتقلت السلطات الموريتانية الصحفية بقناة المرابطون أحمد وللوديع ليلة البارحة دون توضيح أسباب الاعتقال والتهم الموجهة له ويأتي اعتقال وللوديع بعد أيام على اعتقال السلطات الصحفية صيد كاميرا ولا يزال رهن لاعتقاله والآخر دون معرفة أسباب اعتقاله ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية خلال اجتماع عقدته صباح اليوم بمبنى الجمعية في نواكشوت مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2019 وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد الكمبو عرضا تضمن المحاورة الأساسية لمشروع القانون والتغيرات التي ادخلت على القانون الأصلي ارتقب أن تشارك وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني مقبولة بنت برديد في اجتماع لوزراء التهذيب والتنمية لمجموعة الدول السبع والدول الخمس في الساحل والسنغال في العاصمة باريس ويبحث الاجتماع الذي سينعقد يومي الرابع والخامس من يوليو الجاري بمقر اليونسكو بباريس واقع وتحديات التعليم في دول الساحل ودول مجموعة السبع وقد غادرت الوزيرة العاصمة نواكشوت متوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال الاجتماع المرتقب خرج المنتخب الوطني المرابطون رسميا من بطولة الأمم الإفريقية بعد تعادله في مباراته الأخيرة أمام المنتخب التونسي دون أهداف وكان المنتخب الوطني قد تعادل في مباراته الثانية أمام نظيره الأنغولي وخسر في مباراته الأولى أمام المنتخب المالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة الرابعة نسرة الإخبارية حتمتم في أمان الله